خلينا نقول إنه إحنا في عصر المرأة رفع راسها المرأة وغد حقها خلينا نقول إنه السعيد اللي إحنا كنا زمان بنتكلم عن قد إيه المرأة هناك مقهورة ومظلومة نهاردة البنات في السعيد بيتعلموا وبيخلوا جماعات ومشاريع نسائية كتيرة جدا 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 وفي أماكن كتيرة جدا الحقيقة إنه المرأة دلوقتي بقى ليها رأي وبقى ليها صوت وفي أماكن ما كانش ينفع تقدر إن هي ترفع صوتها ولا تقول أنا محتاجة ولا أنا عايزة بس لازم يبقى في دعم أكتر طبعا كل ما تعلمت أكتر الست وكل ما فهمت وكل ما وعيها زيت كل ما هي هتطور نفسها بنفسها وكمان يعني بنلاقي الإعلام الصحافة أحيانا يعني في بعض الحوارث اللي هتخص سيدات أو بنات طبعا فبتحس إن في نوع من التحيز حتى لو مش معلن يعني لما تكون بتلاحظي مثلا فيه جرائب معينة يبقى الشخص هو المتورط هو رجل فتلاقي إخفاء للوجه ممكن في حدثة ما البنت تبقى هي الضحية وتلاقي الوجه للتفاصيل فبحس إن فيه يعني درجة من التحيز من التحيز حتى غير الواعي أحيانا الموروث ترجمة نانسي قنقر